أصعد الله أوقاتكم بكل خير اليوم سنعمل خبز الفول السوداني هو كتير مناسب للكيتو دايت والناس اللي عندها حساسية من الجلوتين سهل وبسيط جدا الناس بتعاني من اللوز لأنه بكون غالي في أكتر البلدان نستخدم الفول السوداني بديل اللوز والبيض بديل للمحسن لأن المحسنات كلها مؤذية ومضررة للصحة على المحسنات ممكن نستخدم المكينة اللي عنده مكينة واللي ما عنده مكينة نستخدم بشكل يدوي مثل ما انتم شايفين يفضل الفول السوداني يكون غير محمص يكون ني للخبز مثل ما انتم شايفين الامر كتير بسيط وسهل بنجيب المنخل أو الغربال ما بعض شو بتسموه في كل دولة السكب تبعه يكون كبير ما يكون مثل هيك الصغير يكون مثل هذا السكب نوعا ما كبير يكون وبننخل الفول السوداني وممكن احنا نشتري دقيق الفول السوداني يكون جاهز موجود عند العطارين جاهز بدون ما نعذب نفسنا والخشن نرجع بنعيده من اول جيد بنعمه والخشن والمكينة بنستخدم المكينة ولكن نكون حذرين ما نخلي مثل الزبدة ما نخلي الزيت يطلع منه مثل هيك يكون وبننقله نفس الشي الامر كتير سهل وبسيط جدا واحد كوب من فول السوداني واحد كوب ميت جرام وبيض عدد اثنين وقليل من البكين بودر او البكين سوداء اذا كان البكين سوداء يكون كمية اقل من البكين بودر لان هي فعليته اقوى بتكون حسب متوفر عنكم ممكن نضيف التوابل حسب الزوق اي نوع توابل ممكن نضفوه حسب الزوق ممكن نعمله بالمقلة او بالفرن هو اختيار هي قيت بفرجيكم كيف نتيجة الفرن ايضا كتير هو طبعا نضع على ورق الزبدة لازم ورق الزبدة والحرارة تكون منخفضة زي بنعمله على المقلة تكون الحرارة منخفضة اقل من الوسط تكون يعني الموضوع كتير سهل وبسيط مثل ما انتم شايفين وهلأ بعمله بالفرن ايضا كتير هو روعة ومميز ممكن نستخدم شوكولاتك موجود على القناة اكتر من طريق حسب نظامكم الغزائي تستخدمه الحشوة هلقيت نعمله بالفرن فرن مية وتمانين درجة مقوية الى متين درجة مقوية يكون الفرن بالرف الاوسط لازم نحط ورق الزبدة بدون ورق الزبدة بكون صعب انه يطلع بمسك بالصونية مثل ما تشايفين كيف من الداخل كتير روعة وكتير مميز تزلونا بوصة جديدة تمنى الاشتراك بالقناة شكرا كتير للكم اذا اعجبكم الفيديو تعمله لايك ما السلامة ترجمة نانسي قنقر